مساء الخير أهلا وسهلا يا مرحبا حبيبي اليوم بدي أحكي عن أصوات كتير مميزة وجميلة مروا في عالمنا ومعاشوا كتير أول شيء الصوت المعجزي أسمهان الأطرش أختي الموسيقار فريد رحمهم الله هذا الصوت الألماسي اللي حكينا عنه كتير وأدمن حكي ممنو في حقه اللي عاشت 32 سنة تركت لنا أجمل الغناء والأفلام والذكريات التي لا تنسى أبدا أسمهان أدمن حكي عنا ما بنقدر نعطيه حق إلى أنه الغرب اعتمد أنه هو أعظم صوت عربي من حيث المساحة والنظافة واللفظ كريستالي عم تغني ألماسي عم تلمع تحت الشمس يعني أسمهان وصفك كتير صعب لأنه في دقة بصوته هاي موهب من الله سبحانه وتعالى لم تعيش إلا 32 سنة تركت لنا أجمل الألحان اللي كان فيه سباق ما بين القصبجي والصنباطي وفريد وعبد الوهاب والشيخ زكريا على هذا الصوت من كتر ما كان فيه جمال وحضارة وثقافة ولم تعيش إلا 32 عام فصوت اسمهان طبعا يبدأ الذي من القرار إلى الجواب لجواب الجواب وما فوق هذا الصوت بالنسبة للنساء في الغناء العربي فهي كانت معجزة وفيه أصوات كتير طبعا لكن هذا الصوت بالذات كنا نتمنى لو أنه الله سبحانه وتعالى أعطاها العمر المديد كنا شفنا لأنه الصوت بيرجع فيه تحولات يصير فيه تحولات ممكن للأجمل ممكن للأسوأ كتير ناس صارت معه بس أنا واسق هيك صوت مثل الأسمهان بده يكون التحولات للأجمل وللأعظم لأنه كان فيه سباق من كبار الملحنين إلى هذا الصوت العظيم الله يرحمك يا أسمهان ننتقل إلى روبى الجمال روبى الجمال صوت بتغني أقل شيء كتابين من الآلتو الكونترالتو نيزو سبرانو للسبرانو بتغني كله بدقة وبجمال وبنقاء وبعلم سبحانك ربي لكن هذا الصوت أنا بحطه يعني بين أسمهان وأم كلسون يعني في محلات بتذكرنا فعلا بأسمهان وفي محلات بتذكرنا للسيدة أم كلسون فروبى يعني كمان مطربة كانت جبارة خطيرة من حيث الألقاء من حيث النفس العنده من حيث الصوت سر الصنعة كان فيه عنده أتقان جميل عدا الصوت الرباني اللي الله سبحانه وتعالى وهبا إياه روبى كان فيها ميزة كتير جميلة ما بتلتقى مع أي فنان كانت إذا غنت لايف تسحرك وإذا غنت بستوديو بتسحرك سبحانك ربي هذا الصوت المطوعة لعنده إجا هيك أنا باعتقد إجا هيك سلطان الطراب جورج والسوف من حيث الرجال كذلك لذلك أنت بتعرف ليش استمراريت هذا المطرب إسا مستمره إسا رغم شو طرق علاه من ظروف شو طرق على صوته من تعب من حياة من من والسلاة هلأ إذن هذا شيء بيبقى ميزي لأنه كتير يعني هلأ ممكن صوم سيد الغناء العربي أنا بموت علي باللايف خلق لقل اللايف استاذ ملحم بركات ما بيحب بستوديو بيحب اللايف بينجح باللايف لكن في ناس تنجح من فريدي بينجح باللايف وبستوديو عبد الحليم كذلك مثل ما قلت لكم ربا هاي الميزي كانت عند ربا كتير كتير مهمة وربا ماتت يعني كمان شابة وتركت لنا جرح لا يدمن لأنه أنا كنت أرى بصوت ربا لأنه أنا شاركت سهرتين وشفت كيف بتغني وأحد السهرات كنا عم نغني بلا ميكريفون سبحانك ربي بس تجدو ما بدأ بقى ميكريفون صوت يعني هذا صوت هذا اللي اسمه صوت اللي إذا نزلت على القرار بتسمع الدقة وإذا طلعت على الجواب بتسمع الدقة بعدين عند الارتجال ربا كتير كتير مهم مع العلم أنه السيدي ربا الله يرحمها لتلكن صوتها يقع بين أسمهان وأم كلسوم وهي لم تقلد أحد يعني أنا لما عم حضرة عم تغني كانت بالأخير تغني كتير لأم كلسوم كانت عم تغني بصوتها يعني ولا أية بتشوف أنت مفي لكن من حيث العراضة لما بتنزل على القرارات كانت تذكرني فعلا بالسيدي أم كلسوم الصوت العريض الخاص بالجميل وبس تنيشن فوق وتصور وتنتقل من مقام إلى مقام هون بتذكرني فعلا بالسيدي المرحومي أسمهان الله يرحمون عظماء ننتقل إلى ذكرى ذكرى أنا كنت حب صوتها وديكورها وبعتبرها هي النجم العصري نمبر ون يعني بهذا الزمن المطربي بدي يسمي وحدي مطربي بتعجن الصولفاج بتضيف على الفوكاليز هي كانت ذكرى لها أغاني بتجنن لها حضور آثر صوت سبحانك ربي ما بيعشوا معنى التعب لكن لتلكم كل صوت الله سبحانه وتعالى بيحط فيه ميزي ذكرى صوت براق مثل الحرير ذكرى بتغني ما بيتغنى يعني فيه التطويع بصوته خطير صوت معلم صوت حساس ألماسي بشدك مثل الحجر الكريم اللي بشوفه بشوع الشمس كيف عم يضويه فعلا فالأصوات هاي اللي مرت على عالمنا ورحلوا باكرا كنا نحنا نتمنى لكن هذا قدر الله سبحانه وتعالى هو على كل شيء قدير هو القرار عنده هو بيحي ويميت كنا نتمنى أن نسمع أن يطير لله بعمر أسمهان وربى وذكرى لأنه الأصوات هدول يعني أنا بحس من مدرسة أسمهان من روح أسمهان لكن كل واحد معه بطابته الشخصية ما فيش لنا مقلد 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 اللي بتشوفون وبتسمعون المقلد دائما أي مقلد بيضيع مع الأصلي أي مقلد لو بيكون أبرع منه بيضيع لأنه الأصلي هو اللي جايب هو صاحب الشريكي هو صاحب المنتج هو 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 أنت عبارة أنك أنت تغزل فيه وحبيته وصرت تتقمص هذه الشخصية إن كان في التمثيل إن كان في المغنى إن كان في العزب وهذا شيء يعني لازم الناس يعني أنت بتخلق موهوب بس إجباري أنت بدك تتأثر بأحدهم هذا التأثر بيعطيك المدى لكن أنت بالأخير الله خلق لك صوت خاص خلق لك أنامي ترجع لشخصيتك ولكيانك إذن كما كانت السيدة أسمها صوت مميز من الله سبحانه وتعالى كذلك الأمر ربا لم تخلد أحد ربا بالأخير يمكن غابوا العزماء بليغ الموجي عبدوهاب يعني راحوا الكبار لو لحقت هي هدول كانوا عطوها فورا لأنه هني كانوا عم يحلموا وان راحت أمه كلسوم عم يحلموا لو بقت أسمهان هني هدول هالأصوات فهدول هالعزماء السلاس أنا أعتبرهم حالي غريبة في الغناء العربي من حيث المساحة من حيث نظافة المغنى عندهم من حيث الشيك صبايا حلوين يعني رحلوا باكرا وما قلدوا حدا هلأ ممكن ذكرى عاشت في مصر قلت لكم أنه بمصر يعني كل الدنيا بتلتم بمصر هناك الملحنين بيلتقوا الشعراء متسوق عكاز في سباق في سباق ربا بقت بمكان ما يعني ما غيرت المكان ما قدروا مثلا هلأ أخذت كام لحن حلوين لبأس بس قلت لكم وبرجع بقلكون هذا الصوت اللي التلمز على صوت أم كلسوم اللي عشق أم كلسوم واللي عشق أسمهان واللي عشق يعني الغناء المصري هذا بده ملحن مصري لأنه صارت النكهة عنده مصرية إذن حبيبي المرحومة أسمهان لو عاشت كنا شفنا أكتر لأنه ما عاشت كتير لكن أعطتنا الكثير من أجمل ألحام بصوتها العظيم الله يرحمه ذكر كذلك الأمر كمان رحلت شابي لكن حظة كان أوفر غنت كتير ألحان وألبومات وكل جمينين حقيقة اللي هي يعني كان أنا بنظري يعني ألبومين ثلاثة مش أكتر يعني يتيمين هي اللي كانت عند ربا الجمال وكنا نتمنى لأنه ربا يعني الصوت أنا بنظري بهذا الزمان لا يتكرر وكل واحد بقى نصيبه هيك بالدنيا كل ما هنالك نحن المحرومين واللي انحرمنا من هالعظماء منقول الله يرحمون ويبعتلنا مثلهم إن شاء الله وإلى اللقاء إن شاء الله إلى الخير دائما والله يعطيك العافي شكرا لزوءكم شكرا حباك شكرا لزوءكم شكرا لزوءكم